ذكرت مصادر إسرائيلية أن طاقم أمريكي من خلال وردتين فقط في اليوم يمكنهم حماية إسرائيل من أي صواريخ قادمة من إيران أو سوريا وذلك خلال تواجدهم في مقتورة في أي مكان في العالم خاصة في أوروبا ويتواجد في هذه المقتورة مجموعة كبيرة من الحواسيب وأنظمة الاتصالات المتطورة التي بإمكانها مراقبة أي صاروخ تجاه إسرائيل ومتابعة مساره وزمن إطلاقه حيث تلتقت هذه التواقم الأمريكية أي إشارات من خلال القمر الصناعي الأمريكي الذي سينصب في صحراء النقب وذكرت الصحف الإسرائيلية أن هذه التواقم الأمريكية ونصب الرادار الأمريكي بصحراء النقب هو هدية كبيرة ومهمة وخطيرة جلبت لإسرائيل قبيلة انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي جورج بوشي الثانية وهي نتيجة لاتفاق وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك مع المسؤولين الأمريكيين خلال زيارته الأخيرة لواشنطن الشهر الماضي وأكدت المصادر الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي من أنه رغم أهمية الرادار الأمريكي لإسرائيل إلا أنه سيحد من قدرة إسرائيل على الانطلاق وحدها وإتخاذ أي قرار سيادي لأن الرادار الأمريكي يمكنه بسهولة مراقبة الطالعات الجوية الإسرائيلية لأنه مراقب من قبل البنتاجون الأمريكي وإن هذا الرادار جاء في أعقاب نية إسرائيل الهجوم على إيران قريبا بيد أنها أكدت أن إسرائيل قد طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية إمدادها بمنظمة دفاعية مرتبطة بالقمر الصناعي ومتطورة منذ عشر سنوات ترجمة نانسي قنقر